كابتن معتمد جمالي الفترة اللي فاتت مقدم مباريات جيدة جدا مع نادي الزمالك وفي رأيين رأي يقولك انه كابتن معتمد جمالي يكمل لنهاية الموسم ورأي تاني يقولك لأ ما تحطوش تحت الضغط ده عشان فايل لحظة هيعمل نتيجة سلبية يقولك لأ كنت جربته مدرب أجنابي فالرأي التاني يقولك لأ هات مدرب أجنابي من دلوقتي رأيك ايه؟ عنا رأيي بمدرب أجنابي كابتن معتمد نادي الزمالك مش أقوى حاجة في التأويد ده مش أفضل حاجة حتى لو جبت المدير الفن أجنابي وعنده خبرات وكفاءات ووجهت نظري انه هو برضو الكوالة اللي موجود ما يقدرش يقدر يعمل بي حاجة فأنا وجهت نظري خلينا نتكلم بوقع يعني جمهورنا الزمالك مش هيستحمل كابتن معتمد كسب خمس مباريات ما بين دوري كونفدرالية وكاس مصر متى كلها يجبية لكن تتخيل ما كانش تدخل فيه جون قبلها كانت دخل فيه أهداف كتير جدا في الدورة خمس مطشاط أعتقد ما دخلتش فيه أهداف مباراة واحدة بس حصل فيها إخفاق انت حرك شفت الجماهير والهجوم اللي كان عليه فوجهت نظري ان الجمهور مش يعني وجهت نظري الشخصية ان الجمهور يعني محتاج محتاج مدرب أجنابي بس الأهم من مدرب الأجنابي ملف القيد لازم يبقى فيه حل فوري وسريع الناس زمالك محتاج صفقات قوية جدا في كل المراكز أعتقد مع الصفقات اللي هتيجي مع مدير فني أجنابي كبير ومع وجود الكابتن ما اعتمد في الجهاز الفني هو وجهت نظري الناس زمالك هيرجع ولو يعني هلوه شأن بقى له شأن تاني خالص ايه أبرز المراكز اللي الزمالك محتاجة خلالنا نتكلم أنا وجهت نظري محتاجين باكرايت محتاجين مساك كويس في مشكلة في نص الملعب مشكلة كبيرة قوي قوي نال زمالك بقالنا في فترة نص الملعب مش أحسن حاجة مش محتاج لعب بس انت محتاج اتنين لعيبة على أقل على أقل آه ومحتاجين أنا بالنسبة لوجهت نظري انت مش في احتياج لمهاجم انا وجهت نظري وجهت نظري جزيري على فكرة مهاجم من طراز فريد وجهت نظري يعني جزيري الواحده لا جزيري ومعاه طبعا نصر نصر مانسي وإن كان نال زمالك احنا ممكن لو هنتكلم ممكن بديل لسامسون وجهت نظري مهاجم وإن كان لو مفيش خلاص بالاتنين دول ناس بجرع مهاجم واحد نال زمالك عنده مصطفى الشربي لما يرجع مع عزيز ومع عشيكا مع أوباما اعتقد خط متكامل مين اللعيبة اللي في الماركت يعني شايف انه الزمالك لو قدر يضموهم يعني يتفوض مع انديتهم وضموهم يفيدوا الزمالك في الوقت ده انا شايف في كلام بيتقالك ان انا مش عارفين الحقيقة فين رمضان الصبح طبعا حاجة قوة قوة مهاجم محتاج حد تحت الفرود يقدر مع زيزو مع مصطفى شلبي وفي زيزو وشكبالا ومصطفى شلبي في قواما بلعب عشرة اعتقد رمضان صبح العيب حتى لو في موجود اعتقد وجهة نظر ان هو هيحده صارك يعني يعني انا شايف هو ابرز الناس اللي المفهوضة تيجي مع مثلا انا قلت انت محتاج محتاج ستة محتاج ستة محتاج زغير ايمن ومحتاج مساك مين بقى يعني انت اللقتي لو مع نادي الزمالك او بتدي رأيك لنادي الزمالك عشان يبدأ يبص على لعبه مين يعني ما هو فيه اعتقد لعب فارقه مصطفى محمود حماد محمود حماد اعتقد كان فيه تركيز عليه مم ولعب قدرته عالية جدا واعتقد كان فيه تفاوض معاه ووصل لخطوات قريبة جدا وجهة نظري هو اقرب حد يجي في المكان ده بلغة فارمدان صبحي اعتقد المركزين دول مهمين جدا وان كان نص الملعب تحديدا محتاج فيه واحد او اثنين لازم طيب